Granulopoiesis and AML Introduction الخلايا المحببة Granulopoiesis الخلايا المحببة هي كريات دم بيضاء وتتضمن الخلايا العدلة Neutrophil نسبتها الطبيعية من 45 إلى 75% وهذه الخلايا تقتل وتهضم البكتيريا والفطريات وهي النوع الأكثر عدداً من خلايا الدم البيضاء وخط الدفاع الأول عند الإصابة بالعدوى الخلايا القاعدية بيزوفيلز نسبتها الطبيعية أقل من 3% تعطي هذه الخلايا الصغيرة انذاراً عندما تغز العوامل المعدية الدم حيث أنها تفرز المواد الكيميائية مثل الهستامين والتي هي علامة على أمراض الحساسية وتساعد في السيطرة على الاستجابة المناعية في الجسم الخلايا الحمضية إزينوفيلز نسبتها الطبيعية أقل من 7% تهاجم وتقتل الطفيليات وتدمر الخلايا السرطانية وتساعد في استجابات الحساسية هناك مشاكل يمكن أن تؤثر على خلايا الدم البيضاء وذلك يحدث عندما يكون عدد خلايا الدم البيضاء منخفضاً لأسباب عدة فيدمر شيء الخلايا بسرعة أكبر مما يمكن للجسم أن يعيدها أو عندما يتوقف نخاع العظم عن صنع خلايا دم بيضاء كافية للحفاظ على صحة جيدة وذلك يحدث كما في سرطان الدم يمكن أن تتسبب السرطانات بما في ذلك سرطان الدم واللمفومة في نمو غير مسيطر عليه لنوع غير طبيعي من خلايا الدم في النخاع العظمي وهذا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو حدوث نزيف خطير ومن أهم هذه السرطانات سرطان الدم النقوي الحاد سرطان الدم النقوي الحاد AML هو نوع من بضاد الدم يبدأ في الأشكال المبكرة جداً أو غير ناضجة من خلايا الدم البيضاء تسمى الأورام النقوية سرطان الدم النقوي الحاد هو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الدم الحاد لدى البالغين تدل كلمة حاد في سرطان الدم النقوي الحاد على التقدم السريع للمرض ويطلق عليه إبيضاد الدم النقوي نظراً لأنه يؤثر على مجموعة من خلايا الدم البيضاء يطلق عليها الخلايا النخاعية والتي تتطور على نحو غير طبيعي إلى الأنواع المختلفة لخلايا الدم الناضجة مثل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية عادة ما يوجد سرطان الدم النقوي الحاد في الدم ونخاع العظام والأنسجة الإسفنجية الحمراء في الجزء الداخلي من العظام الكبيرة ومع نمو خلايا سرطان الدم فإنها تزاحم الخلايا الطبيعية في النخاع العظمي وهذا يمكن أن يمنع نخاع العظم من إنتاج ما يكفي من أنواع مختلفة من خلايا الدم السليمة يمكن أن ينتشر هذا النوع من السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل العقد اللينفاوية والطحال والكبد والدماغ والجلد واللثة في سرطان الدم النقوي الحاد يحدث تلف في المادة الوراثية أو الحمض النووي في الخلايا المكونة للدم ويؤدي هذا إلى حدوث مشكلات في نمو خلايا الدم فيسمى هذا النوع من الضرر الطفرة المكتسبة الأشخاص المصابون بسرطان الدم النقوي الحاد لديهم الكثير من خلايا الدم البيضاء في دمائهم لكن هذه الخلايا ليست طبيعية ولا تساعد في مكافحة العدوى وعندما لا تتطور هذه الخلايا كما هو متوقع فإنها تتسبب في تراكم العديد من الخلايا غير الناضجة التي تسمى الخلايا النخاعية ولا تعمل هذه الخلايا النخاعية مثل خلايا الدم المتطورة والصحية ولا تساعد الجهاز المناعي للشخص على العمل غالباً ما يصاب الأشخاص المصابون بسرطان الدم النقوي الحاد بإصابات أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون منها ويمكن أن يؤدي مكافحة صرطان الدم النقوي أيضاً إلى انخفاض مستويات خلايا الدم وهذا ما يؤدي إلى فقر الدم يمكن أن يسبب كذلك الشحوب وضيق التنفس والإرهاق كما يمكن أن يسبب نزيفاً أو كدمات بسهولة نتيجة لنقص الصفائح الدموية ترجمة نانسي قنقر